عميد محمود محيددين الخبير السياسي في الشأن الأقليمي هل يؤثر يعني كيف تفسر تصريحات بني جانتس تصريحات بني جانتس أهميتها بتكمن في فكرة التوافق الداخل الإسرائيلي بني جانتس بيملك أو لديه ثمن مقاعد في الكنيسة الإسرائيلي بعد انسحاب جدعون سعر الحليف السابق من نتنياهو من مجموعة جانتس جانتس وجوده في الحكومة هو بحق مكسبين أولا المكسب الشخصي في أنه طول الوقت أسهمه بترتفع نتيجة مشاركاته ونتيجة درايته بالعملية وأنه بيطلع يطلع تصريحاته وبيتواصل مع الشعب والجماهير فبكل تأكيد هو شعبيته بترتفع طول ما هو موجود في حكومة نتنياهو النقطة الثانية حضرتك أن بني جانتس بقى عنده يقين تام أن هناك كتل في الكنيسة أخرى من خارج الاتلاف الحكومي ستدعو في القريب بعد عودة الكنيسة زي ما ساتك أشارتي 8 يونيو هو يوم إعادة قابل الكنيسة إلى انتخابات بنهاية هذا العام ولن ينتظر المجتمع السياسي في إسرائيل إلى شهر يونيو 2025 يعني هيبقى فيه بدر 6 شهور للانتخابات أو بدر 7-8 شهور فده أصبح اتفاق غير مكتوب مع قادة الكتل الإسرائيلية اللي هم خارج الاتلاف الحكومي فيما يتعلق بالحكم في إسرائيل حكومة نتانيو تتمتع بـ 64 مقعد في الكنيسة وهذه أغلبية كافية أنه هو كمان يستمر في الحكم لنهاية عهد الكنيسة ما لم يتعرض لضغوط شعبية قوية أو يتعرض لضغط اقتصادي بسرعة أو بأخرى إذن سحب بني جانس لن تسقط الحكومة هذا لا يؤثر لأنه ليس ضمن الاتلاف الحكومي هو انضمر الحكومة في حالة الطوارئ نتيجة حالة إعلان الحرب وخاصة أن حزبيين يعني فيه قادة عسكريين عنده ثلاثة من القادة في حزبه كلهم خدموا رؤساء أركان بما فيهم هو شخصيا وهو خدمت كوزير دفاع ولكن النهاردة فيه مستجدات مهمة جدا أنه في هناك تراشق بالألفاظ داخل مجلس الحرب ما بين بين غفير حضرتك وما بين جادي أزين كوت وليس جالنت جالنت ساب الاجتماع مهم شي اللي هو وزير الدفاع لكن جادي أزين كوت اللي هو نائب بني جينتس حصل مشدة كبيرة جدا ما بينهم وحصل تراشق لفظي خطير خاصة أن جادي أزين كوت بيتمتع بشعبية كبيرة في المجتمع الإسرائيلي لأن ابنه وابده العمليات في قطاع غزة النهاردة فيه مظاهرات بينما نحن نتحدث الآن مظاهرات حشدة في إسرائيل في تل أبيب وفي القدس أيضا ولكن في تل أبيب بشكل أساسي المظاهرات ساخنة نهاردة جدا لأن الجيش الإسرائيلي أعلم بأن هو عصرة على ثلاثة جسس ثم جسة رابعة من الأسرة من الأسرة ولكن التحقيقات بتشير إلى أن الثلاث جسس الأولى تم نقلهم بعد قتلهم يوم سبع في منطقة غلاف غزة في منطقة نوفا اللي كان فيها اللقاء وتم نقل جسسهم ووضعوا في حالة يعني لحظة العصورة عليهم كانوا في حالة حفظ جيدة جدا أن حركة حماس في طريقها إلى يعني مشاركة الجسس دي في عملية التبادل اللي كانت منتظرة في الهدنة القادمة النهاردة المتحدث العسكري برضو الإسرائيلي تحدث عن جسة رابعة هذا بيصير داخل المجتمع الإسرائيلي مشكلة كبيرة جدا أن اللي جاي استلام جسس وليس استلام أحياء وأن كل تأخير في الحكومة للتوصل لاتفاق هدنة لن يعيد هؤلاء المحتجزين أحياء ولكنهم سيعودوا جسس هو بالقطع لن يعودوا أحياء في الأغلب لأن التقارير أو التسريبات بتتحدث على أن اللي مازالوا أحياء أقل من 30 أقل من 30 مواطن خاصة أن فيه عسكريين كتير جدا فيه عسكريين قرابة الخمسة وستين ما بين ضباط ومجندين ومجندات أيضا فبالتالي طبعا الشعب الإسرائيلي النهاردة بقى عنده يقين أن الحكومة ضحت بالأسرة في سبيل أهداف سياسية لنتانياهو والمعارضة الحريدية للمجتمع اليهود العلماني بالأساس هم بيسموهم المعارضة ما بيسموهمش الأغلبية لأن بنية إسرائيل من قادة بينتمو لمعسكر اليسار العلماني أو الليبرالي